موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف حق الله أيها المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى أحسن سبيل وسعيا لهدايته أنزل الله سبحانه وتعالى كتبه المنزلة على رسله خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسول هو القرآن كتاب الله خاتم الكتب السماوية الذي سئل مرة أحد علماء الجزائر وهو العلمة عبد الحمد بن بديس عن أي آية تصلح لكي تكون عنوانا لهذا الكتاب فقال هذا بيان للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وظيفة القرآن إنما هي البيان وظيفة القرآن إنما هي التذكير والحقيقة أن هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى هاديا للناس في جميع شؤون حياتهم من العبادات والمعاملات في الجوانب الثقافية السلوكية وكذلك الحال بالنسبة للجوانب الاقتصادية والحقيقة أن الجنانب الاقتصادي قد أخذ حيزا كبيرا في القرآن الكريم بالنظر إلى أن جزءا من حياة الإنسان إنما يبنى على الاقتصاد ولهذا الله سبحانه وتعالى نجده ضمن هذا الكتاب الكثير من المواقف والكثير من الآيات والكثير من التوجهات ويأخذنا القرآن إلى بداية الخلق يأخذنا إلى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزك التسليم بحيث أنه يشير إلى الحاجات الإنسانية التي حددها الله سبحانه وتعالى للإنسان هذه الحاجات التي يسعى الإنسان إلى إشباعها باستخدام الوسائل التي أتحها الله سبحانه وتعالى له فقال سبحانه وتعالى مخاطبا آدم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرأ وأنك لا تضمع فيها ولا تضح ومن ثم فإن هذه الحاجات بالرغم من تطورها بالرغم من تجددها وفق التطور الحياة الإنسانية والحياة الاقتصادية ووفق التطور التكنولوجي نجد بأن هذه الحاجات ارتبطت بالحاجة للأكل بالحاجة للإيواء بالحاجة للشراب بالحاجة للأمن صحيح أن معاني الأمن اليوم أنها تطورت وتغيرت فمثل ما أصبحنا نتكلم عن الأمن العسكري نتكلم عن الأمن الثقافي نتكلم عن الأمن الاقتصادي وهكذا دوليك وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإيواء إنما تغيرت وتطورت بالنظر إلى أن الإنسان في بداية عهدي إنما كان يحتاج إلى كوخ من الأكوخ وكذلك الحال بالنسبة للأكل والشراب لكن جوهر المسألة إنما هو واحد الله سبحانه وتعالى لما أرشد آدم وحدد له هذه الحاجات نجد بأن أيضا أن الأمر الأول الذي أعطاه إلى آدم بعد أمره بعبادة الله سبحانه وتعالى النهاه عن الأكل من شجرة المعينة والحقيقة أن هذا الأمر إنما هو أمر يتعلق بقضايا اقتصادية إنما هو أمر يتعلق بالنهي عن استهلاك منتج من المنتجات والواقع أن هذا النهي عدم التزام آدم بالامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ودنوه واقترابه من هذه الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يسهلك منها أو أن يأكل منها هو الذي مثل الخطيئة في حياة آدم وهو الذي جعل آدم ينزل من ينزل من ماذا ينزل من الجنة إلى الأرض إذن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لما خاطب آدم أسكن ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فاكل منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين إذن ظلم آدم إنما كان بتجوزه لهذا الأمر بعدم انتزامه بإنهي الذي نهاه الله سبحانه وتعالى ولهذا قص الله سبحانه وتعالى في محكمة تنزيله فقال ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة لماذا لأن عادة أن مقاومة المنهيات الاقتصادية أو الموانع الاستهلاكية أو عفوا الممنوعات الاستهلاكية إنما يتطلب مننا إرادة ويتطلب مننا عزما لماذا لأن النفس عادة قد لا تكون منضبطة والحقيقة أن الرجل الاقتصادي إنما هو حالة من حالات الانضباط السلوكي الذي يراعي المآلات الذي يراعي النتائج وسلوكاتنا الاقتصادية سواء كانت سلوكا انتاجيا أو سلوكا استثماريا أو سلوكا استهلاكيا إنما يجب أن يتحدد وفق المآلة التي لا نجد فردا من الأفراد يقوم بعملية الاستثمار إذا لم يكن يؤمل ربحا من وراء العملية الاستثمارية ولا أحد من الناس بإمكانها أن ينتج ما لم يؤمل بأن منتجاته سوف تجد منافذ لها على مستوى الأسواق وهكذا دوليك والحقيقة أن هذا هو هذا هو العزم الذي يختار المطلوب مننا والذي يجب أن نتمثله لما ننظر إلى القرآن الكريم ونظر إلى الآيات التي يعج بها القرآن الكريم ذات الصلة بالجانب الاقتصالي هي كثيرة وهي على ثلاثة عفو عنه هي على أربعة محاور أو على أربعة جوانب الجانب الأول هو أن الله سبحانه وتعالى يخاطب روحنا يخاطب نفوسنا بالتوجيه بالتذكير بالحث على فعل الخير بالنهي عن فعل الشر لماذا نقول هذا الكلام لماذا لأن الواقع أن تجاوز الحدود الاقتصادية يمكن أن تكون عاقبته وخيمة جدا وننظر اليوم في حياتنا الاقتصادية اليوم أن التطاول على الممنوعات الشرعية في مجال الإسلاك كأكل ربا مثلا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ما إلى ذلك تكلفته المجتمعية بالنسبة للمجتمع وتكلفته بالنسبة للبشرية كبيرة جدا تتمثل هذه التكلفة في الأمراض التي نسعى اليوم إلى محاربتها إلى الاختلالات التي أصبح يعاني منها الإنسان في حياته إلى ما نرصده اليوم من ميزانيات ضخمة في ميزانية الحكومات أو ما ترصده اليوم المنظمات الدولية لمواجهة الأوبئة التي أصبحت لا تقف عند إقليم من الأقاليم وأيضا أنها لا تقتصر على مجتمع دون مجتمع فمثل ما نجد هذه الأوبئة في المجتمعات المتقدمة نجدها في المجتمعات التي نسميها اليوم مجتمعات متخلفة قلت أن محورا من المحاور التي يحث عليها القرآن الكريم إنما هو التذكير والتوجيه إلى ما كريم الأخلاق من ذلك قول الله سبحانه وتعالى أوفو الكيل من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إذن هذه توجيهات يوجه الله سبحانه وتعالى بها العباد إلى ما يعتبره من فضائل أو تنبهات إلى ما يعتبر من منهيات المحور الثاني الذي تناولته الآيات القرآنية في المجال الاقتصادي إنما هو لفت الإنسان لفت الإنسان إلى ماذا؟ إلى القوانين التي تحكم الكون باعتبار أن فهم هذه القوانين إنما هو الذي يحدد القرارات التي يمكن أن تتخذ إن على مستوى الفرد وإن على مستوى المشمع أو على مستوى المؤسسة عدم إدراك القوانين هو الذي أدى إلى الانحرافات في حياة الناس عدم إدراك القوانين هو الذي أدى إلى ماذا إلى الانحرافات في حياة المؤسسات لعلى من أبرز هذه الآيات التي تشير إلى هذه القوانين هو قول الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ رِزْقًا لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزْلُوا بِقَدْرِ ما يشاء الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أن عادة أن الوفرة هي مطغية وتجعل الإنسان لا يتصرف تصرفا رشيدا قناعة منه أو إدراكا منه بأن كل شيء متوفر لكن لما ينزل الله سبحانه وتعالى الأشياء بقدر فالإنسان إنما يتصرف تصرفا رشيدا وهذه الرشادة هي المعول عليها اليوم في الحياة الاقتصادية من ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون ربا ولم يقل المؤمنون أو المسلمون وإنما الذين يأكلون ربا مهما كانوا الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فجعل أن الربا هو ليس مدعاة لنمو وليس مدعاة للنغوط وإنما الربا إنما هو مدعاة إلى ماذا مدعاة للخلود للأرض إلى النقوص إلى التراجع الاختصادي وعبر عن ذلك في آية من الآيات الأخرى في محكم التنزيل يمحق الله الربا ويربي الصدقات أن الربا على خلاف ما يتصور بأنه دافع للنمو أو حافز للنمو وفي الواقع سبب للمحقي سبب للمحقي وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على البشر النهذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة